شهد لواء محمود شعروي وزير تنمية المحلية توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الوزارة وصندوق تحيا مصر وجمعيات مواطنون ضد الغلاء وذلك لتدبير وتشغيل منافذ لبيع اللحوم السودانية الطازقة للمواطنين بأسعار مخفضة وقودة عالية جاء ذلك تنفيذا لتوجهات رئيس سيسي للوزارة بتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة قال وزير تنمية المحلية إن الوزارة وفرت تبقى للبروتوكول 11 منفذا لبيع أو منفذ بيع ثابت في المحافظات الأربعة بسعر 70 جنيه خلال فترة عيد الأطحى المباركة